نجوم التاسعة ارسل اهم ثلاث نمازج من كتاباتك كتابة ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك مستعد؟ جاهز؟ آخر معاد للتقديم 15 يوليو نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك على قناة مصر الأولى 27 محافظة تقريباً 104 مليون مواطن يا عم قول مية تفتكر فيهم كام شاعر وكام مطرب وكام مؤلف وكام مطربة وكام شاعرة وكام مؤلفة أكيد 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 عشرات الألوف من الموهبين بشكل حقيقي بالمناسبة بشكل حقيقي مش وهم موهبين بس طول الوقت بيدوروا على الفرصة وده جزء من الانسحاق اللي كنت بيقولك عليه اللي كان بيجرى زمان ما كانش فيه فرصة حقيقية وفرصة واسعة علشان كده كنت تلاقي دايماً الناس تجي تتكلم ويقولك إيه والله أنا مش عارف أنشر الشعر بتاعي ما أنا ما عنديش وسط أنا مش عارف أغني علشان ما عنديش معارف أنا مش عارف أكتب قصة لأنه ما عنديش وسط عشان حد يقرح حكتي وبعدين يوافق أنه ينشرها وما إلى ذلك ده جزء بالمناسبة لا يتجزق على الإطلاق اللي كنت بقولولك في أول حلقة إحنا في البرنامج ده في القناة دي في التلفزيون ده بتوع سيادتك والله أنا ما بهذر أنا بكلم جد إحنا بتوع المواطن والمواطن العادي خالص اللي من أهلينا وبلدينا في الصعيد وفي بحري في كل حتة يعني إيه بتوع سيادتك يعني إحنا شغلتنا الرئيسية سيادتك يعني إيه شغلتنا الرئيسية سيادتك بقى أخدمك بعنية أساعدك بكل الطرق اللي ممكن تبقى متاحة طب وماذا عن الطرق الغير متاحة أو غير المتاحة غير هنا ممنوع من الصرف وده بالمناسبة عربي غير ما بتحطلهاش ألف ولام ممنوع من الصرف فالطرق غير المتاحة نوجد لك طرق ونخترع لك طرق عشان كده اخترعنا لك برنامج أو بالأدق مسابقى للمصريين هو مين اللي هيخب باله منك غير بلدك وقناة بلدك وتلفزيون بلدك وبرنامج بلدك عارف ليه دايما نقولك أنا متأكد مية في المية بما لا يدع مجال واحد للشك إنه ده البرنامج الأكثر مشاهدة في مصر عشان ده برنامج بتاع كل المصريين بتاع أهلين الغلابة اللي على قد الحال اللي مش ساكنين في الكمباوند الكمباوند ده دي كلها لبعضها ما تكملش واحد واحد ونص اتنين في المية لكن احنا صحاب البلد مش عاردين في الكمباوند بنتفرج على التاسعة وخبالك بنتفرج على إيه بنتفرج على التاسعة طب التاسعة هيعمل إيه هو بقى هيلف على المحافظات بالتعبير يقولك كعب داير هلف في السبعة وعشرين محافظة عشان نساعد حضرتك إنك تطلع موهبتك طول ما انت موهبتك دي حقيقية وقوية وراها فكرة وثقافة مش اي كلمتين موزنين وفيهم قفية يبقى شعر لا ولا اي حد قال كلمتين بالعمية بقى عبد الرحمن الأبنودي ولا سيد حجاب ولا فؤاد حدد ولا صلاح جاين لا لا ولا حد كتب كلمتين بلغة عربية فصحة فبقى أحمد شاوي أو حفظ إبراهيم لا خد بالك حضرتك عايزينك تشترك في المسابقة شو ما نبقول لك إيه أنا عايزك تشترك في المسابقة عايزك تشترك في المسابقة عشان تاخد فرصتك وعايزك تاخد تشترك في المسابقة علشان نساعدك مش عايزين من حضرتك حاجة بسيب قد ما فيهاش اشتراكات فيهاش صفر لا تذكر الطيارة ولا حاجة سيادتك جوة بلدك كل اللي مطلوب إيه بكتب قصة قصيرة اعملها بي دي اف سهلة هي وبعتها على الفيسبوك بتاعنا التاسعة سهلة جدا A-L-T-A-S-E وبعدين رقم ثلاثة وبعد كده ايه نتيجة تقولي ما هو ده بالانجليزي عم يوسف فين أقولك آه صح عندك حق للأسف في يوم من من ذات الأيام سوف يكون في ليلة أكثر جمالة بالمناسبة الليلة النهاردة حلوة حلوة الأمر بدر منور كده في قلب السماء وقريب حلوة حلوة غير طبعية بص بقى هو هذه التاسعة حضرتك بي دي اف في قصتك القصيرة بي دي اف في القصيدة الشعرية اللي انت عاوز تشترك بيها يا سيدي عاوز تشترك بأكتر من قصيدة حقك ابعت بس يعني كل قصيدة فرسالة لوحدة عشان نعرف نشوف ونفرز بالمظبوط حضرتك بتغني ابعت بس من فئ هتيجي تقولي يعني المسابقة أكيد ده تبقى بقى القاهرة لا يا فندم القاهرة ساحرة والأسكندرية جميلة والمنصورة بديعة ده أهلية يعني لكن لا كل المحافظات وبالمناسبة مش المحافظات بس اللي متعلم عليها في الخريطة اللي قدامك يعني في النهاية خالص ده كده يعني بقى شكل استرشادي كده بنعمله علشان خطر البرومو اللي انت بتتفرج عليه لكن السابعة وعشرين محافظة أي نجع أي قرية أي كفر أي مركز أي مدينة أي حي أي شارع حارة زقق أي حتة أرجوك أرجوك أنا بترجاك اشترك عارف ليه بقولك اشترك بقولك اشترك علشان أنا عايزك أنا عايزك تقف على أول السلم الغنى نعمل إيه في الغنى نقولك لو سمحت هتصور نفسك فيديو هتخلي بقى أخوك أختك بابا ماما الجيران يعني اللي انت تحبه اللي بيعرف يصور حاله هيصور لك فيديو وانت بتغني بس إحنا عايزين إيه بقى دقتين يعني ما تزوج ليه ما تزوج وانا عشان تعرف تبعاته بسرعة ويبقى سهل وما يبقاش تقيل ده نمرة واحد نمرة اتنين علشان إحنا هنسمع ناس كتير وبالفعل بدأنا نسمع وبدأنا نقرأ وبدأنا نشوف بدأنا اللي هو مين انت يوسف لا طبعا وانا مين علشان أقيمك على رأي محمود درويش من أنا ليه أقول لكم ما أقول أنا لا أنا مش أديب عشان أقيم موهبتك في القصة ولا أنا شاعر عشان أقيم موهبتك في الشاعر ولا أنا راجل يعني مزكاتي رائع عظيم عشان أقيم موهبتك في الونا خالص لجنة شديدة التخصص من أكبر أسماء ها تقيم الحاجات دي وبعدين هتمتحنك يعني اللي انت هتبعثه حاجة واللي امتحن اللي بعدها حاجة تاني لا تكون عامل محسنات ولا حاجة كوي فعندك الفيديو دقتين بعد إذنكو دقتين وغني حلو وعارف انت الفيلم بتاع الكيف الفتح الأول ولا بتسليك يا سيمة زجانجي اشرب كوبايت اللي ينسون بتاعتك مرة في التانية كده إيه عشان تجلي صدرك كده ونفسك يبقى حلو كده وصدرك ونغني ونغني حلو وبعدين طيب أنا راجل عايزة تأكد هقولك أنا بقى إيه حاجة ركاية كده لطيفة يعني حضرتك الأغنية اللي انت بتحبها اللي بتحبها مفيش أغنية على مزاجنا مش قولك لازم تغني المكلسون يا عم المكلسون محمد مونير تمر حسني محمد حمائي شريء اللي انت عايزه هاني شاكر اللي انت عايزه حلو أو اللي انت عايزها طبعا اه احنا مش قد المجلس القومي للمرأة فال طبعا دكتور مايا مورسي انا عارف انها هتشوف دلوقتي الكلام لا او لا انا بكلمة بجد يعني وانا دايما بفتخر انها تربية ستة عظيمة يعني وهي اللي عملتني يعني عملتني بالمعنى الحارفي اللي عايزة أقوله لحضرتك هم هدقتين ليه الأغنية اللي انت بتحبها اللي هي الأغنية اللي انت بتقعد تدندنها اللي انت بتحبها اللي بتحس ان صوتك او صوتك مجلجل فيها وحاجة كده ايه بمزاج المزاج اسمع الأغنية اللي انت بتحبها دي مرة واثنين وثلاثة ماشي وعد درب نفسك عليها وسجل الفيديو النصيحة بقى مثلا مثلا هتغني أغنية شيرين عبدالوهاي ما تغنيش زي شيرين احنا عندنا شيرين انت ايه شخصيتك او شخصيتك ايه عندنا تامر عندنا منير ربنا يا ربي اديله الصحة ويمد في عمره عندنا هاني شاكر ما حافظة القابل الكل فعندنا الناس دو عندنا محمد فؤاد عندنا عمر دياب ما تغنيش زي حد الأغنية اللي بتحبها غنيها بس ما تغنيش زي حد غني انت غني انت اللي حاول يقلد ما نجحش ومحققش حاجة فخليك انت بشخصيتك دي النصيحة اللي انا بقدمها لأي زميل جديد بيجي يشتغل في الشغلانة بتاعتنا ما لكش دعوة بيه ما لكش دعوة بعمر قديم ما لكش دعوة بلميس الحديدي ما لكش دعوة بخير رمضان ما لكش دعوة بابراهيم عيسى انت هو انت في الغنى نفس القصر انت هو انت في الشعر حضرتك مش لازم تبقى محمود درويش مش لازم تبقى نزار قباني مش لازم تبقى صلاح جهين مش لازم تبقى سيد حجاب الاخي الاخي انت اهو تلت نمازج اهو شوف الكرم فيش بعد كده والله تلت نمازج شعر pdf وتبعت على التاسعة تيجي تقولي مثلا انا موهبتي مش مقتصرة بس على الشعر العامي ده انا بكتب كمان لغة عربية فصحة حاضر اعمل لي واحدة عامية وواحدة فصحة واعمل لي واحدة لغة عربية فصحة قديمة جزلة فلتنافس عمر بن كلثوم يا عم ابن كلثوم ماشي تحر انت وقوتك انت وشطرتك بس افتكر الكلام اللي انا قلته الفن والابداع ثقافة وفلسفة مش اي كلمتين بنرسوهم على ورقة بيضة خليك جامد وخليك واثق في نفسك وخليك واثق انه دي مسابقة لا فيها مين ابن مين ولا قريب مين ولا صديق مين ولا معرفة مين ولا فيها واسطة ولا فيها كوسة ولا فيها اي حاجة خالص دي مسابقة معمولة للمصريين ولادنا ولاد بلدنا اللي لازم موهبتهم تطلع اهم قوة في مصر هي قوة عقولها علمائها وادابائها وشعرائها وموسيقيها ومطربيها وكتبها وسياسيها بص بقى في الكتاب قصة قصيرة من ابداعك هتقول ليش معنى قصة قصيرة افرد انا بكتب مصرحيات وروايات هقول لك قد يكون لها قد وقد تفيد الاحتمال قد يكون لها مرحلة جاية والله اعلم لسه ما فكر نشف لانه علشان اعرفها اقرى بقى مصرحيات بتاعة مئات او الاف من المشتركين مش انا يعني اللجنة علشان يقروا روايات فقصة قصيرة ولازم بردو تبقى فاهم يعني ايه قصة قصيرة وتبقى فاهم ايه هي التركيبة البناء بتاع القصة القصيرة ايه مش اي حدوتة لا لها بناء اقول لك انا انصحك طبعا بسنة ده درقي هنا بقى منحاس جدا ممكن بعد اذنك تنزل المكتبة وتروح تشتري مؤلفات الله يرحمه علاء الديب ده واحد من اعظم 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 كتابنا في القصة القصيرة وطبعا يوسف ادريس في الجيل الاكبر اكبر شوية مش اكبر كتير كمان استاذ علاء الديب الله يرحمه كانش محظوظ اوي يعني مع انه بديع الله يرحمه يا رب الله يرحمه فاللي عايز اقولهولك لو سمحت احنا عندنا المسابقة شعر فانت هتقدم لي 3 نمازج قصة قصيرة هتكتب لي قصة قصيرة واحدة الغنى عندك فيديو لمدة دقتين طيب احنا بقى هنقعد نستقبل الطلبات دي او الموهب بتاعت حضراتكم لحد امتى لحد يوم 15 يوليو طب السن من كام يا يوسف من 18 سنة وانت طالعة 18 سنة 30 سنة 50 سنة 60 سنة 80 سنة الموهبة لا تتوقف بالعمر ابدا ولا تنتهي بالتقادم الموهبة موهبة فابعتلنا على التاسعة لاجل اشتراككم في اكبر واهم واقوى مسبقى لاكتشاف المواهب في 27 محافظة مصرية تحت عنوان نجوم التاسعة نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر صوتك حلو حلمك تغني تبقى ستار بتكتب شعر خيالك واسع نفس اكتصصك تبقى حقيقة ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة عرفنا بنفسك وبموهبتك اسمك تليفونك محافظتك غناء ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر ارسل اهم ثلاث نمازج من كتاباتك PDF كتابة ارسل قصة قصيرة من ابداعاتك PDF مستعد جاهز؟ آخر معاد للتقديم 15 يوليو نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك على قناة مصر الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر